ستقدم للبحوث والدراسات الإستراتيجية سيد عيسى العداء اهلا بك سيد العداء في حصاد الرشيد بداية في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القصري الأعين ترنو على لقاء الأحباب الذين مر على فقدانهم سنوات عدة أين دور الحكومة من ذلك برأيك تفضل تحياتي لحظرتك ولتعادر حياك الله في كل عام في هذه المناسبة تقول لنا إطلالة وكل عراسيين الآخرين الذين يتطبرون في هذا اليوم حلا لهذه المشكلة المتجدرة في العراق مع يقارب العتب الزمن هناك عراسيون وهناك عوائل وينتظرون عودة قويهم وهذه أعتقد في كل القوانات والإتفاقيات الدولية والإتفاقيات المتحدة عن 2010 لحماية الأشخاص من التباه القصري وميطاق روما أيضا دولية وكل الموافق والمعاهدات الدولية عدة هذه هي كريمة ضد الإنسانية لكن لن يصدر بالعراق المتحدة الأخافية أيضا بالتفاعل وأي تصرف ومنذ عام 2013 كانت هناك حاولات صار قانون في حماية الأشخاص من التفاة الخسري إلا أن هذا وقال فريع القراء وهنا ورقنا في أدراج المردمان لسبب الحلافات السياسية وتكررت المحاولة عن منتصب عام 2023 أرسلت الحكومة أيضا قانون في معالجة المشكلة الانتفاع الخسري ولا زال القانون أيضا في الأدراج نعم أيضا لسبب السبب إلى القوة السياسية في تشبيع هذا القانون واتمرت المشكلة وفي مرحلة الأخرى أيضا شكلة لجنة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الدبقية لإضافة مواث قانون في قانون العراقي رقب 19 عام 20 عام 20 المعدل بما يتناغم مع المتطلبات المواسيط والمعادات الدولية التي وقعها العراق بهذا الخصوص إلا أن وإيضا هذا ضمن الجزور العراقي المادة 19 وقصة ثانية لا لا أقوبة ولا أجري نعم سيد العداء لو تحدثنا عن الجهات التنفيذية برأيك لماذا لا تكشف الحكومة عن مصير المغيبين حتى الآن وتحسم المصير أو مصيرهم ولماذا لا تكشف عن الجهات وتقديم المتورطين إلى العدالة في عام في عام ثانية وسبعش بعد ما حصل في ناحية التقلاوية في اتفاة أكثر مية وثلاثة واربعين مواطن راتي شكلت لجنة في زمن السيد العبادي ولجنة من كل دول والإدارية في محافظة الأخضار وعملت في حينها في الأيام الأول لعملية الافتفاع الخصري بهذا العدد والذي ازاد هذا العدد طبعا إلى ما يطلب من بيأة مواطن راتي إلا أن نتائج هذا التحقيق لم تؤلم إلى الآن منذ عام 2015 إلى الآن لا نتائج التحقيق أعلن ولا تم تجراءات لمعالجة هذا الموضوع وآخرها في الاستفاة السياسي لتشكيل آخر حكومة عراقية حكومة السيد السوداني وضع هذا الموضوع ضمن شروط أو البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني وصوت عليها البرلمان إلا أن الجهات السنتيزية والقضائية والجهات الأخرى المحنية لم تقدم حلا مرضيا لهؤلاء المواطنين العراقيين وهم الآن يعدون بالآلاف فهؤلاء الآلاف لديهم أبناء لديهم عوائل في القانون الدولي حتى عوائلهم يجب أن تحمل ويفضم لهم المعونة ويحفظون حقهم في الحياة وحقهم في التعليم نعم سيد عداي لو سمحت موقفك أو قراءتك لموقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي تقول أن أعلى نسبة في العالم تسجل في العراق ويتراوح عدد المغيبين بين 250 ألف إلى مليون شخصة موقف المنظمات الدولية والأمم المتحدة من هذه الأزمة برأيك هل اكتفت بالأرقام والاستنكارات أم ماذا؟ أعتقد هذه الأرقام سؤالا أن الجهات الزارجية إلا أن الدولة العراقية والأممات العراقية المتعاكبة لم تقدم تقريرا مفصلا عن هذه الأوادب رغم وجودها وهناك كثير من القوائم الأسماء التي وردت لأماكن أخرى يعني البقصاوية عدد الغزاء الغزاء عدد مناطق أخرى في الزور في 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 العالم كثير من المناطق العراقية هناك فيها اه اتفاع قسري وهناك قوائم إلا أن الحكومة لم تؤلم أي حتى على أسماء هؤلاء المغيبين و إلى الآن السلام محدد في الإعلام فقط لا توجد إجراءات حكومية أو قانونية أو اجتماعية هذا الحديث يدور في الإعلام وفي محطمات المجتمع المدن وحتى عندما توبع في البرنامج الخاصم الذي يصوت عليه البرلمان ويصبح ما يشبه القانون لأنه البرنامج الحكومي عندما يصوت عليه البرلمان هو أصبع ما يكون إلى القانون يعني واجد السبكيب إلا أن الجهات الحكومية والجهات الأخرى لا تدفل نعم سيد العدي هل هناك أو لكن هناك جهات تعمل على منع تسليط الضوء أو دخول الجهات الدولية وتحقيق في مواقع تلك الجرائم وتستعمل القضية مع بعض السياسيين كورقة ضغط انتخابية بطريقة تخلو من مبادئ الإنسانية كافة بصورة عامة يعني ما تعليقكم على هذا الأمر سيد العدي أكيد هناك جهات تعتقد في دور هذه القوانين أو البدء بإجراءات معالجة هذه المشكلة المتحدث التحصية على تعتقد أنها ستكون ربما متهمة فأكيد تتفق في وجه أي إجراء ممكن أن يكون سواء قانون أو إجراءات إدارية أخرى ولهذا نحن وصلنا إلى مرحلة أن نفقد الأمل في معالجة هذا الموضوع وهو يعتبر كما تتصل أحيانا هو الإنساني في حين هذا إنساني شرعي وطني أولاء مواطنين عراقين ولديهم كتابات وزوجات وإستاء لا يعرفون البطير هذه خضية متداخلة يفترض على كل البراجعة السياسية والسياسية والقضائية حقيقة نعم سيد العداء لمعالجة هذا الموضوع نعم نعم رئيس مؤسسة التقدم للبحث والدراسات الاستراتيجية السيد عيسى العداء شكرا على هذه المداخلة في حصاد الرشيد ترجمة نانسي قنقر